ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على تاجرين أثناء عملية تسليم مواد مخدرة كانت ستنقل من إحدى محافظات الشمال باتجاه العاصمة وبعد توقيف الأول قاوم الشخص الثاني رجال المكافحة أثناء محاولة إلقاء القبض عليه بإطلاق عائرات نارية باتجاه القوة ثم فر من الموقع قبل أن يلقى القبض عليه لاحقا وضبط بحوزتهما كيلو جرام وربع من مادة الكريستال المخدرة وسلاح ناري وبحسب رصد رؤية لبيانات الأمن العام تكون هذه العملية العاشرة لإدارة مكافحة المخدرات منذ مطلع الشهر الحالي بينما ارتفع عدد المقبوض عليهم إلى 14 شخصا اثنان منهم مصنفان بالخطر